اشتركوا في القناة ولكن حلو أنه يكون فيه تجاوب من الكبار والصغار اليوم كتير معاً الوزير من الشباب وصبايا الصغار عندهم هالروح يعني عم ينزلوا على الأعياد على الطرقات يكونوا عم يساعدوا الناس حابين أنه يعملوا طنجرة أكلوا وينزلوا يساعدوا العالم حابين أنه يكونوا واقفين على طريق تحت الشتاء وعم يشوفوا مين عايز شو مش هين أنه يكون الشباب والصبايا اليوم بعدهم عندهم هالنخوة لا أكيد هن بتعرفي أول شي الشباب والصبايا هن أمل كل شي بالمستقبل أمل لبنان أمل وطن بالتالي كيف هن بيفكروا كيف هن بيتربوا كيف هن بيتصرفوا بيعطيك مثلا فكرة لون بدنا نروح إن كان بالإنسانية إن كان بالتعاطي بين بعضنا لبعض بمجتمعنا مشان هكي أنا دايما بقول لازم نركز أكتر شي نحنا على الشباب والصبايا على الجيل الجديد لأنه منهم وعبرهم ممكن نشوف لبنان غير اللي نحنا منحلم له ونطمح له بس ألا بدلك أنه أنا حتى بلاش جيني كمان اتصالات عندي على التليفون ما بعرف إذا وصل على السنترال ولا لأ ويسام كوري كان عبي تلفين أي ألا تبرع ويسام بعشر تلاف دولار كمان ويسام شو اسم العيلة كوري ويسام كوري بدي تشكره لويسام لأنه ما كنت قادر رد على الهوى على التليفوني بس بعتقد رجعوا مرة أقول لك التليفون بدنا أكتر عشر تلاف بدنا مثلك يا ويسام يكون في ناس حابة تساعد بالشكل اللي انت ساعدت فيه مثل ما قلت يمكن من تساطعش صاروا سباة عشر بعد في عنا سباة عشر شخص أو يمكن أكتر حتى اللي بيتبرع بأقل وانا أكيد خليكونوا مئة وسبعين ألف شخص مش مشكل التليفونات جاهزة والشباب منقول له ميرسي لويسام والزملاء جاهتين بعد مننا مئة وخمسة وستين ألف دولار يعني بزرف عشر دقاي قدرنا أو عشرين ديئة قدرنا أنه نكون عم نحقق رقم لبأس فيه أكيد نزل خمسة وثلاثين ألف دولار يعني أكيد رقم كتير مهم عم نشوف صور أكيد يمكن لما نشوف هالصور نشوف كمان كل ولد عنا كل ولد بصحة جيدة خلينا نكون عم نشكر الله على الصحة الجيدة اللي عنده إياها ولدنا بأنه نكون عم نتبرع اليوم لجوزة السيد بيار حلو موجود معنا أهلا وسهلا فيك السيد بيار جدو لجوزة والد الأم والد جيمي شكرا لوجودك معنا ومن خلالك تحية لكل أهل اللي موجودين معنا واللي رح نشوفهم خلال النهار على كل حال خبرنا هالرحلة الصعبة يلي ما رأته فيها والشيقة يلي ما رأته فيها وبعدكن متمسكين بالأمل وإن شاء الله منوصل لنتيجة المرضيب رحلة كثير صعبة بالوقت نفسه عزونا العالم عزينا الإيمان نحن صارنا سنتين ما عيدنا مع جزيه من خلال العالم ومن خلال بركة العالم ومن خلال القيمين على هالبرنامج وعلى كل اللي يساعدونا إنه سنتجين إن شاء الله منعيد معه وعلى عيد الكبير إن شاء الله كمير قلتلي إنه اليوم أكيد رح يصير عجوبة وأكيد رح نقن من المئة وتسعين ألف دولار لأنه الرحلة كانت كلها أعجيب خبرنا عن هالأعجيب يلي من أول ما تشخص مرض جوزيبة جوزي فات بأول مرحلة بالمستشفى وأنا بتأمل أنه إذا بيجي كان دكتوروني بيجيب خبر القصة كلها أكيد بعد شوي وصلنا عنده كان الأمل عشرة بالمية العشرة بالمية طلب مننا الدكتوروني إنه نطلع على الأردي الشربيل وطلوا أهله بالليل كانت ساعة تنتين بالليل كانت التلج طعفة بثلاثة واحد لألفين وستلماديا أول ستتعاش بأربعة شهر ونص ظلي عالجوا لحتى حين إذر سفروا على أمريكا سفروا على أمريكا كمان وصل بأجوبي ما فيه أكسجين على الطيارة الطيارة كانت مئة وعشرة المعدات معونية مئتين وعشرين يعني كانت راح كتير شاكة وريفق خيّة رفق بنتي حتى يساعدها لأنه ما فيه حدا يروح هو المحيد اللي كان معه فيزا فبكي ثلاث أربع مرات تعطرين وسبب راح يصل وصلوا وصلوا بترمي اللي كان فيه صعوبة أنهم يأخذوا فيزا يعني بمحاولة كمان تانية أنه قدروا أخذوا فيزا وصلوا لهوني دغرب من الطيارة على المستشفى صاروا يشتغلوا علىها مش عارفين شو فيه يعني الحالة اللي خبرها رون يعني منهم نعارفين شو هي صار كتير منيح الصوي بنتفاجأ نباري حنو عمل حرارة الحرارة مش عارفين ولكن العجوبة الثالثة هي أنه تأمن هالمبلغ سببينين ألف دولار بوعد أسير بباركة الناس ومحبة الناس بعد في عنا أعجوبة وحدة أنه يتجاوب مع الطعم مع هذا العلاج ونعيد أن نحن ويعيد بلد نطي العظم يعني منا شغلة عيني ولكنها متوفرة ويعني النتيجة ممكن تكون بنسبة كتير كتير عالية ويرجع جوزي مثل ما كان ويرجع يكون عم يعيد مع أهله مرة تانية الغصة اللي بقلبك أستاذ بيير غصة بقلبنا كلنا للحقيقة وإن شاء الله نكون عم نقدر نساعد جوزي وغير جوزي لأنه هذه هي المسؤولية الاجتماعية اللي بنحكي عنا دايما معالي الوزير واللي المفروض أن تكون موجودة عنا مش من نية من حدا أن نكون عم نساعد الأشخاص اللي حدنا يعني مش فضلنا عليهم أبدا هيدا هيدا مسؤوليتنا وهيدا لازم يكون هدفنا أهدافنا بالحياة مضبوط أنا بس بدي ما بعرف إذا في مشكلة على السنترال ولا لا بس لأنه جاني كمان على التليفون هلأ في حدا ما بدوا يقولوا عن اسمهم أنه في ولدين كل واحد كمان بحب يتبرع بعشر تلاف دولار ما بعرف ليش عنه على التليفون شو يدي أنا تليفونك مش ماشي تليفون معالي الوزير أفضل إذا بتحولهم تليفونك معالي الوزير مشكلة عم ناخد على التليفون بس مش على السيسكو آه هنا في ضغط على الخطوط تضغط بشير على السنترال تضغط على السنترال تضغط على السنترال كمان 20 ألف دولار من ولدين هلأ بعطيك تحت الهوى فإذاً عشر تلاف و عشر تلاف عشرين ألف دولار من هؤلاء اللي عم يبعطوا لي ميساج تليفون برين بس ما عم بتجرع رد على الهوى بس لازم نعطيهم ألترنتيب حل يتصلوا عليه العالم لحتى نقدر بشكل سريع يكون في تجاوب كمان على كل حالة مناخد اتصالات تحت الهوى معالي الوزير كمان في ناس ما بيحبوا يطلعوا على الهوى أكيد رح ناخد أسماء يعني إذا بنا نحسب هلأ عشرين ألف دولار يعني صارنا قصنا مية وخمسة وعربعين ألف دولار كمان هينة أنه يتأمنوا فرحة كبيرة فعلا أنه يكون الناس عم يتجاوبوا بسرعة لازم نكون عم نتجاوب لأنه جوزي بيستاهل وكل ولد بيمرأ قدامنا بحاجة لمساعدة بيستاهل حلو أنه يكون المبالغ هلأد حرزانة عشتراف دولار بس كمان نرجع منقول ومنأكد أنه العشرة دولار مهمة كمان والدولار مهم كمان وهيكي تأمن مبلغ ستمية وستين ألف دولار بمبالغ صغيرة ويمكن زهيدة ولكن شو منقول بحثة بتسند خابية دايما وهيكي بتتأمن المبالغ أستاذ بيار بللي خبر شغلي معلاش معالي الوزير بيمبسط فيها لأنه كان وزير تربي أحد الطالبات طلبت من أمه تعمل إيل باين جاتو عملت لإيل باين جاتو نتزالت لنا على السنوية في سنوية رسمية صارت تبيع القطعة جابت لي بعد الظهر ألف دولار تقريبا شو حلو من مدرسة رسمية شو حلو مدرسة رسمية كتر خير العالم من على المدرسة خاصة مبادرة تلميزة جابت ألف دولار نعم أكيدة بيتواجد أكتر من هيك تلميز وأكتر من هيك عالم بيقدروا يعملوا مبادرات مشان هيك برجع بقول الدولار مهم والخمسة دولار مهمين والعاشرة ألاف دولار مهمين كل واحد قادر يساعد لازم عقده يساعد لأنه المهم أنه واحد كان عنده النية نية العطاء نية التواصل نية مساعدة الآخرين معنا الوزيرة على كل حال بمسيتك كوزير تربية كان فيه كمانا اهتمام مش بس بالمشاكل الأكاديمية أو التقدم الأكاديمي كمانا بالتربية كتربية بهالشباب والصبايا كيف عم يرفوحوا على المجتمع وبأي فكر وبأي طريقة وكتير من الأعمال اللي عملتها كانت مثل لأنه الشباب يحتضوا فيها لحتى اللي نكون عم نوصل على مجتمع أفضل فهي دي شغل كتير مهم أنه يكونوا شباب وصبايا صغار عم يهتموا بهالموضوع طبعا أنا شغل اكتشفت بسرعة بوزارة التربية أنه ما فيه كتير دور عم ينعطى للتلميز بعد عقلية أنه هالتلميز هو تلميز مطلقي وخلصنا هو مطلقي ونحن منقرر شو بده تكون كيف تكون حياته كيف لازم يدرس كيف لازم يحفظ اللي أنا جربت أعمله أنه لا اليوم التلميز صاروا بعصر يمكن ببعض الأحيان بيعرفوا أكتر منه بيعرفوا أمور أكتر من أسات زيتون بيعرفوا أمور أكتر من أهلون أنا ابني بستعين فيه بأمور تتعلق بالتكنولوجي مثلا ما تكون بدي شغلي بروح لعنده بساعدني وهي دا مش عيب يعني مش عيب أنه الواحد يقر مشان هيك ضروري ناخد برأيهم ضروري نسمع صوتهم ضروري يكون عندهم صوت موحد ومسؤول لحتى هن كمان يساعدوا بأي شيء ممكن يصير لتطوير مدرسهم ومناهجهم وقطاعهم التربية إلى آخرهم أوقاتنا نحن حامين ولادنا بشكل مفرط لدرجة أنه هن ما عم يكونوا عم يقوموا لا بوجباتهم ولا بمسؤولياتهم تجاه المجتمع لأنه نحن حامينوا أنه بدنا إياههم أنه يكونوا دايما قدامنا ودايما يكونوا هن كل حاجاتهم مأمنة بدون ما يطلعوا على حاجات الآخرين ما بعرف قد هالشيء منيح لقالهم بالأصل هلا أكيد منيح بدوا يكون لقالهم أنه هن يتعودوا على أنه يتحملوا المسؤولية كمان إذا بتفرجيه للولد أنك أنت عم تخليه يكون هو مسؤول ويتحمل المسؤولية تاخدي نتيجة أكتر إذا منظل نتعاطى معه بعقلية أنه أنت بعدك صغير ونحن بدنا نقل لك كيف بدك تعمل بيبعد ويصير يتصرف بيقول لك أنه ما أني مضطر فوت به المواجهة مع حدا بيصير فاتحين بعدها منقول قليل المسؤولية خطل حالهم بصير نقول قليل المسؤولية الوضع تغير الظروف تغيرت الحياة كلها التكنولوجي غيرت كتير من الأمور أنا شخصيا كنت وزير تربية قلت وبرجع بقى كده هلأ مرة تاني عم ببرم على محل من المحلات على تلميذ بالامتحانات وفي تلميذ يمكن عمره 11 سنة هيك شي تقريبا بقل له كيف الامتحانات كيف المنهج معك قال لي أنا بدي أسألك سؤال عاييط لي عمه وعمه وعمه ووزير بدي أسألك سؤال قال لي ليش أنا مضطر أحفظ عن الغيب بدي كنت تحفظونا حفظ حفظ ليه بدك تحفظني قديش انتاج الأمح بأمريكا طب ما هيدا الكتاب عمره 10-15 سنة يعني من الوقت ما انطبع لليوم تغير انتاج الأمح أصلا بأمريكا اثنان أنا بتليفوني بالتكنولوجي هلأ بقدر فوت بعمل على جوجل وبتطلع لك قديش انتاج الأمح طب هيدا التلميذ اللي عمره 11 سنة أنا تعلمت منه أنا تعلمت منه مش عايب واحد مش أنا هيك بدي أقول للأسادزي والتربويين لا خلينا نشرك التلميذ نسمع صوتهم وفعلا نروح نعمل أشياء بتطور ومن الشغلات اللي بدنا نعلمون عليها وبدنا نساعد فيها خدمة المجتمع والتعاون لحتى يخدموا المجتمع اللي هندي موجودين فيه حملة مثل هالحملة اللي عم بتصير اليوم لجوزي لازم نشوف معممي على كل المدارس يعني فيه مجموعات مجموعات بمناطق معينة بتشتغل لأنه جزء من المنهج الجديد اللي بده يطلع بده يكون فيه خدمة مجتمع بده يقوموا فيه طلاب بالتعليم السنوي هيك شغلات بيصير فينا نتكل عليهم أكتر وأكتر استاذ بيار جده لجوزي برجع بذكر وصديقه كمان المقرب هيك قالت للعائلة شو الصداقة اللي بتشمع جد مع ولد بهالعمر وكيف بيكون التواصل في مثل بقول ما أعز من الولد إلا ورد الولد فهذا اللي خليني يعني وبعدين بنتي الكبيري تعرف البكر بالبيت هو الحصة الأكبر ممكن جوزي أول بلد بلد بالعائلة على بغارو بغارو إخويتها مني وجوزي هو الوحيد الصغير بالعائلة يعني كان عند عائلتي أنا وعند عائلة أم بايو وبعدين في شغل بجوزي يعني هو بيخليك تتفقرب يونه في عنده حركة عنده لغة الحركات يعني بعمر أنه بيعرف شو بده بيقولك بحركته شو بده بسمي كل شخص بالعائلة كان عائلة أمه أو عائلة بايو بحركة معينة يعني هيني شغلي بتعلق و بتعلق فيه أكتر شكراً لألك أستاذ بيير معي الوزير في ناس عم تتبرع بعشرين دولار وبخمسين دولار خطوة كتير مهم أنه واحد يرقلت التليفون يقول أنا بدي أتبرع بعشرين دولار وكتير ضرورية وبحب لكم أنه اتصالات هون عم بتكون كتيري على الخمسين والعشرين والعشرة وهالشي عم يجمع أموال لجوزي فإذا كل اتصال هو مهم لقطوا التليفون واتصلوا فينا تحت الهواء عم يكون في كتير اتصالات لكن لا هلأ صلنا مجمعين مبلغ بعد نحن بحاجح لحوالى المية وخمسة واربعين ألف دولار بس نهارنا مكمل معكم بأشكر معالي الوزير يسبو يعني شو مصار ومجمعين شي خمسين ألف تقريباً ما صلنا الساعة ما صلنا ساعة صلنا شي أربعين ديئة نحن نكملين لغاية الساعة ستة ونص سبعة إلى ربع بهالتليتون وأكيد أكيد أنه رح نكون أمنا مية وتسعين ألف وزيادة بل كمان نساعد ولد تاني وبتكون هالسلسلة تكمل لأنه في كتير كمان أولاد هنا بحاجة لمساعدتنا ونحن أكيد جاهزين إذا كانوا الناس كمان جاهزين معنا شكراً لألك وينعاد عليك ميلاد مجيد ومبارك إن شاء الله عليك على عائلتك وعلى لبنان وعلى الجميع شكراً لألك أستاذ بير حلو تحيي لكل عائلة الحلو وعائلة جرجس يالني كلهم موجودين ومجندين لمساعدة جوزي وبإسمه نبشكر كل دولار تقدم اليوم ورح يتقدم خلال الساعات المقبلة وأكيد رح نقدر نكون عم نوفي وعدنا لجوزيتا كرميلو نكون عم نجمع بعضنا نجمع المبلغ المطلوب ونقدر نكون عم نساعده تحيي لكل الزملاء اللي موجودين معنا نحن متابعين بعد الوقفة رح تكونوا مع زميل تير ولا صفا ومجموعة جديدة من الزملاء يلي رح يستقبلوا اتصالاتكن وتليفوناتكن كمان أديوف جديد ورح نكون كمان باتصال مع كليفلند مع أهل جوزي هونيك كونوا على الموعد وخليكن معنا وميلاد مجيد ولد المسيح حللويا موسيقى